اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في لقاءنا المتجدد يوم الثلاث اهلا وسهلا بكم في قعدة ظريفة نعودها ونتعلم مع بعض من خلال الروح القدس اللي عامل فينا كلنا حاجات كتيرة الرب عايز يشاور عليها فينا فيي انا اولا وفيكم انتو كمان على قلبي اول ان احنا النهاردة نعود قعدة حلوة على جبل الجلجوسة ونوصل لحد الصليب ونتعلم حاجة رائعة من مدرسة الصليب نتعلم ازاي الرب يخلينا نعرف نحب الرب اولا ونحب الاخر اخويا واختي ثانيا ونحب بعضنا البعض كجماعات ككنايس كشعوب ثلاثة عايز اتكلم عن اول فريق اللي هو انا والسيد او السيد وانا ونفسي اتكلم عن انا والاخر ونفسي اتكلم عن بعضنا بعض او بعضكم بعض ومن خلال الصليب هنعرف اوي ازاي علاقتنا مع الرب هتتزبط علاقتي بالاخر هتتزبط علاقة الجماعات والشعوب والكنايس كلها مع بعض هتتزبط او الفريق اللي هو السيد وانا او انا والرب نفسه العلاقة بتاعتنا عايز اتكلم عني انا اولا عايز اتكلم الانسان وايه اللي عمله وخل الرب يضطر ان ينزل من السماء ومنذ المشهورة الازالية قدم كان في المشهورة الازالية عارف ان الانسان هيحتاج الى فداء وهينزل علشان يفدي بنفسه اتكلم عن نفسي انا لو مريت بالعهد الجديد كده مرور سريع والعهد القديم حابوسة لقي انا عبارة عن العسيان والتمرد انا انا الذي عصيت وكسرت وصيط الله الاولى في ايضا محاوة انا الذي عصيت الله في سدوم وعمورة اضطر الله ان يحرق سدوم وعمورة انا الذي عصيت في ايام الطوفان في ايام نوح انا الذي قتلت في قيين انا الذي قتلت في موسى انا الذي قتلت في داود قاتل انسان قاتل انا الذي ما سمعتش الله ولم اطيع في يونان وفي ابراهيم كذبت كما كذب ابراهيم قبل كده انا الذي خدعت وخنت في عقوب في اخوة يوسف خدعت وخنت انا واحد من ضمن هؤلاء البشر لو انت الخطايا دي كلها في واحدة فيك خلي بالك خلي بالك انت محتاج اوي اوي لاله وفادي رائع مخلص انا الذي خليت ربنا القوة للدهاني في شمشون ضاعت مني لاني سلمت نفسي للخطايا ولم اقدر العطية الرائعة للرب الدهاني انا الذي انكرت في بطرس وشتمت ولعنت انا الذي خنت في يهوزة وبعت الغالي بالرخيص ده اللي هو انا ده اللي هو الانسان اللي مولود المرأة الله خلقه عشان علشان يمجد اسمه فيه عشان يطيعه علشان يبركه لكن بالخطيئة والمعصية والتمرد اضطر ان الرب يطرد ادم وحوى من الجنة ورتب قصة الفداء العجيب اللي احنا استمتعنا بيها في هذه الايام الاخيرة طب انا عملت كده تعالوا نتكلم كده عن السيد من هو هذا السيد الرائع من هو هذا الاله الرائع هو الذي بيه كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان هو الاول والاخر هو البداية والنهاية هو خالق كل الاشياء بكلمة قدرته هو ده الهنا العجيب العظيم هو صانع المعجزات ملايين المعجزات هو خالق السماوات والارض كلها به قد كانت في اية حلوة بتقول محصي عدد الكواكب يدعو كلها باسماء لكون شديد القدرة لا يفقد منه احد الكواكب دي كلها ملايين وبلايين الكواكب اللي في الفلك في الفضاء عارفين كرة الارضية لايك كورتر زي عشرة سياغ كده بالنسبة لكل الحاجات اللي في الفلك كل الكواكب اللي في الفلك هو بيحصي كل الكواكب بيدعو كلها باسماء ياه سمعت من حد مرة قال ان علماء الفلك بيقولوا ان في كواكب مسافرة من بدء الخليقة لم تصل حتى الان الى ارضنا او الى حول الارض حاليا مسافرة من بدء الخليقة اه من اربعة تلاف سنة في كواكب مسافرة ادي الاله ده عظيم ادي الاله ده رائع ادي الاله ده قدير ومجيد جدا واحلى من ده كله هو خالقي انا هو فدي انا هو مخلصي انا وخلقك انت وانتي وفديك انت وانتي ومخلصك انت وانتي اله عظيم جدا يستحق ان نديله القلب والكيان والوجدان يستحق ان احنا نديله كل الحب وكل الولاء لما رقاني وشفني قتلت وتعديت وانكرت وخنت وصنعت الشر قدام عينيه كان لازم يعمل شيء عمل شيء رائع جدا 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 يقول عنه الكتاب كده اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى اعرفين ايه هو المنتهى هو الصليب الاقصى درجة الحب ربما الاجل الصالح يكسر احد ان يموت لكن الله بين محبة لنا اذ ونحن بعد خطات مات المسيح لاجلنا مات المسيح لاجلنا ايه اللي صنعوا السيدة لما تعديت ولما اخطأت مرضيش يبعث ملاك كان ممكن يبعث ملاك لكنه اتى بنفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وضع في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب عمل كذا حاجة بنفسه قدم نفسه هنشوف بنفسه عمل كذا حاجة اول حاجة اعملها اسلم نفسه هنشوف دي في غلاطي اتنين عشرين اسلم نفسه في غلاطي اتنين عشرين بيقول ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لأجلي قطر خيرك يا رب متشكرالك جدا يريد تشكره على اللي صنعه لأجلك على الصليب نمرة اتنين بدل نفسه في تيتوس اتنين اربعتاشر بيقول الذي بدل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اثن ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في اعمال حسنة يطهر لنفسه شعب خاص اه والشعب ده ايه صفته غيور في اعمال حسنة اسلم نفسه وبذل نفسه نمرة ثلاثة قدم نفسه قدم نفسه لفداء الانسان في عبرانين تسعة عربعتاشر بيقول كده فكم بالحر يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بالعيب يطهر ضمائركم من اعمال ميتة قدم نفسه بالعيب لم يكن فيه عيب لم يكن فيه خطية كان بيقول لما كان على الارض من منكم يبكتني على خطية قدم نفسه لله بالعيب يطهر يطهر ضمائركم من اعمال ميتة علشان ايه لتخدم الله الحي عمل كده لانه ليخطة في حياتك عمل كده لانه انت غال عليه جدا لاني صنعني على صورة الله صنعني وصنعك وصنعك على شبه الله صنعني وهو الالة الذاتي مع بني آدم قد كده يا رب الانسان ده غالي عليه جدا جدا انت غالي عليه قوي علشان كده هو بزل وهو اسلم نفسه وهو قدم نفسه لكن مش بس قدم نفسه وضع نفسه في يحنى الاولى 3-6 بيقول بهذا قد عرفنا المحبة ان ذاك وضع نفسه لاجلنا ليه فنحن ينبغي ان نضع نفوسنا لاجل الاخوة هو ما عملش كده وبس يا جماعة زي ما بيقولوا في بلدنا مش عشان سواد عيوننا لانه احبنا فضلا وهو مات لاجل الجميع ليه يا رب ليه موت عشان البشرية كلها كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم وقاهم عارفين هو اقدم نفسه ليه وبدل نفسه ليه عشان انت تقدم نفسك ليه وبيتوقع انه زي ما هو عمل كده احنا نعمل كده مكتوب نحن نحبه لانه هو احبنا اولا ده هو حبنا محبة صعب لسان يوصفها صدقوني انا لما باجي كده قدام الرب وعد عند الصليب بقول له ياه يا رب يا على الصليب وروعته عايز اقول لكم ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة اما عندنا نحن المخلصون فهي قوة الله قوة الله في الصليب وعارفين اروع مدرسة ممكن تدخلها واعظم معلم ممكن تتعلم منه عند الصليب في مرة من المرات كده كنت بقول يا رب يعني انا في حد كده جرحني ومتدايقة وكده كرمتي يعني ايه ده يا رب ليه كده يعني ليه الناس بتعمل كده وقعدة بكلم معاه فرح الرب يكلمني روح القدس جوه قال لي سلوى اسألك سؤال قلت له تفضل يا رب قال لي اين كانت كرامتي وانا على صليب الجلجوسة بسيط كده قلت له كنت بلا كرامة قال لي هل التلميذ افضل من معلمه قلت له ابدا هل العبد افضل من سيده قلت له حاشة رب مش ممكن قال لي مكان مكانة كرامتي عند الصليب حطي كرامتك هناك وانا عايز اقول للحباب اللي شايف اني لو انت مجروح من حد لو انت تعبان من حد لو نفسيتك فيها غصة من جوه لو من اقرب الناس ليك لو من اخوك لو من اختك لو من ابنك لو من ابوك لو من صديقك لو من ابن عمك تعالوا وقوله هحط كرامتي في المكان اللي كنت انت فيه معلق على رابية الجلجوسة بين السماء والارض مدرسة الصليب عايز اقول لكم انا استفدت اوي من مدرسة الصليب عارفين قمة الحب هتلاقوه هناك في الصليب قمة العطاء قمة العطاء قمة البذل قمة التضحية قمة الحب السلام قمة الحب هكذا احب الله العالم هكذا كده وخلاص اهو كده وبس ما فيناش ولا حاجة تتحب كلنا من هامة الرأس الى اخمص القدم جرح واحباط ضربة طرية لم تعصر لم تعصب لم تليم بزيد ولا حاجة ولا حاجة فينا عدلة يحبنا عشانها لكن هكذا احب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد ليه لكي لا يهلك كل من يؤمن به كل من يؤمن به لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابدية عشان كده لو انت شايف اني مش عارف بعد الموت هتروح فين تعالى عند الصليب هتلاقي اروع قصة حب على مدى الاجيال والازمنة منذ الازل وإلى الابد قد ظهرت في الصليب هكذا احب الله العالم وضع نفسه فنحن ينبغي ان نضع نفوسنا لاجل الاخوة نمر خمسة بتقول سكب للموت نفسه يا سلام يا رب اشعية 53 12 يعني ايه سكب للموت نفسه كب اتلف زي ما يكون معك كوبايت شاي كده او كوبايت حاجة ساعة ونروح كبابها خلاص سكب للموت نفسه بيقول كده في اشعية 53 12 من اجل انه سكب للموت نفسه واحصي مع اثمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين حمل خطيتي يا عزيزي حمل خطيتك حمل خطيتك يا اختي المحبوبة في جسده على الخشبة عشان يديك حياة ابدية عشان يديك حياة ابدية حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا وينال باسمه حياة ابدية نمرة ستة بيقول صنع بنفسه تطهيرا لخطينا ابرانين واحد ثلاثة صنع بنفسه عمل عمل الفداء ده بنفسه ويجيب نفسه وقدم نفسه وسكب للموت نفسه قال كده ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه لهم تعمل ايه تاني يتعمل ايه تاني ليه مش عايز تتوب ليه مش عايز تديله قلبك ليه مش عايز تحبه زي ما هو حبك صدقوني صدقوني انا بستمتع بحبه كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله بحس ان حبه مليني ومغلفني حيا كده زي متغلفة بسولوفان بقوله حس حبك مليني يا رب بشكرك لاني كل يوم نفسي احبك اكتر من اليوم اللي قبله انا بصلي كده يمكن ليه اكتر من عشر سنين بقوله نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قدسين في كل سيرة تلو عايز اتعلم من محبتك القدا يا سرب اذا اديتني اعيش النهار ده خليني احبك اكتر من مبارح لو اديتني بكرة وضفت العمري بكرة نفسي بكرة احبك اكتر تقدم جزء صغير جدا 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 من صدم محبتك اللي لا توصف الله الله خالق كل شيء الله بيّن محبته لنا ازوى بعد انا وانت انا ازوى بعد نحن خطات مات المسيح من اجلنا ايو حب اعظم من هذا ايو حب يقول الكتاب ربما لاجل الصالح يكسر احد ان يموت يمكن حد رائع جدا ممتاز جدا مطلوب ان حد افتر عليه مطلوب يتعدم فيج واحد يقول لا انا هتعدم بذلك ربما وان كانت بنسبة واحد في المية لكن ربما لاجل الصالح يكسر احد ان يموت لكن الله بين محبته لنا ازو نحن بعد خطات مات المسيح لاجلنا صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا في عبرانين واحد تلاتة يقول الذي وهو بهاء مجدي ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظم في الاعالي نمرة سبعة حمل هو نفسه خطيانا نفس المعنى بطرس الاول اثنين اربعة وعشرين بيقول الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شوفينا ايه رأيك في حب اعظم من هذا ايه رأيك في روعة اكتر من كذا ايه رأيك في اله قلبه بينبض بالحب حتى وانت بعيد حتى وانت عطيله القفة كالوجه ترجع وتقوله ارحمني ترجع وتقوله طهر قلبي بالدم الكريم اللي تسفك على الصليب يا رب اخسلني فأبيض اكثر من السعيد طهرني بالزوفة فأطهر تقوله كده الله بيحتاج ان يسمع مننا ان احنا بنستفاد بدمه انا دايما اقول كده على تليفونات الحباب اللي بتكلمه اللي مش هيستفاد من دم المسيح في يوم الدينونة رب هيقول الملاكة بتوعه وكل الذين لم يريدوا ان املك عليهم هتوهم واذبحوهم قدامي لا استوفي دمي منهم يا جماعة رب ما ماتش كده وخلاص ده رب عايز يخلق منك انسان رائع تشبه له في القلب المحب في احشاء الرقافات في القداسة في كل شيء نبقى شبه نكون زيه نظير القدوسة الذي دعانا نبقى قدسين في كل سيرة قدسين في محبتنا قدسين في عطقنا نبقى في كل شيء نكون بلا لوم قدامه لانه هو ادينا قلب جديد مخصول بدمه الكريم وده المجد بتاع المسيحية وده الروعة بتاعة المسيحية ان كل من يؤمن به ينال باسمه وفران الخطايا بارح كنت فعلا بفكر في الصليب وكنت برنم وبقول له لو لا الصليب من انا يا سيدي لو لاك يا فادي حياتي من اكون لو لاك كنت غارقا في ظلمتي وكان قلبي غارقا تحت الديون فانا لك ولغيرك لن اكون شرف بقول له شرفتني ان دعيا اسمك عليها شرفتني بالبنوية يا رب شرفتني بالنعمة اللي انا حس فيها بعد ما عرفتي بك شرف شرف بحب الترنيمة اللي بتقول غالي يا رب عليها غالي قوي لو واحدة عملتلي خدمة لو حد قدملي خدمة ابسط حاجة بقول له اخو فلان خدمتك غالي قوي علينا اخو فلان خدمتك واللي عملتي والتعب ده غالي او علينا فكم وكم ما قدموا سيد الارض كلها تعال معايا وقول له غالي يا رب علي غالي عملك في حبك مالك يعني كنزي هو ده الكنز الحقيقي صدقوني صدقوني حبه هو الكنز الحقيقي اللي بتسحب منه في الغربة وفي البرية كلها بسرعة هتكلم على السيد الرائع ده الكلام عنه مش بيخلص لكن عايزة اخذ النقطة التانية او الفريق التاني اللي هو انا والاخر انا والاخر انا والاخر اتكلمت انا عن نفسي انا عملت ايه وتعديت ازاي قدام الله لكن الشخص الاخر اللي هو اخويا واختي وابني وامي وصديقي وصديقتي وكل حبيبنا بروح للوصيتين الاولين اللي الرب ذكرهم في الوحي الشريعة اللي اداها لموسى اول وصية قال له ايه تحب رب الهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك تلاتة كل قلبك يبقى قلبك كامل ليه كل فكرك يبقى موضوع مجغوليتك يبقى فكرك فكرة طاهر لاني المسيح مالي القلب وطول ما هو مالي القلب هيملى الفكر وطول ما القلب بيحبه الفكر هيكتر بكلامه وبمعرفته ومن كل قدرتك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك لما يكون القلب عمران بمحبته هيبقى الفكر مليان بي هتبقى الطاقة بتاعتي اوتوماتيك مستغل المجد اسم صح صح تبقى الوصية التانية وتحب قريبك كنفسك وهنا بنقف وقفة طويلة طويلة مع انفسنا هل انا بحب الاخر كنفسي هل انا بحب اللي ظلمني كنفسي هل انا بحب اللي جرحني كنفسي صعب صح صعب لازم نقول صعب لازم بقدرش اقول ده فيري ايزي لا 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 ده فيري هارد صعب حد يتكلم علي حد يشوها سمعتي حد يظن فيه ظن السوق حد يفتري علي حد يأكل حقي في المراس ونقول البنت نص الولد وكلام كتير زي كده الناس تعملوا علشان تتحايل على القانون تمشيش حسب الكتاب كيف نحب الآخر عارف لو عشت ولو عشتي الوصية الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك مليون في المية وأجزم وأقول أمام الله والناس مليون في المية هحب قريبي كنفسي هتمنى له الخير زي وأكتر صدقوني أحب قريبي كنفسي محتاجين وعرف ترمومتر المحبة الأولى بتاعت الرب هو اللي بيتبني عليه ترمومتر المحبة التانية لو لو محبتك للرب خمسين في المية هتحب الآخر مش أكتر من خمسين مش أكتر لو محبتك للرب خمسة وسبعين هتحب الآخر خمسة وسبعين لكن لو بتحب الرب من كل قلبك لو قلبك مليان بالمحبة محبته بتخلي قلبك بينبض محبة لي زي ما هو عمل معك كتير وانا بصلي أقول له رب محبتك جوايا ده الأكسوجين اللي أنا بتنفسه يا رب نفسي مع كل دخول شهيق وزفيرة أقولك بحبك يا رب يا قوتي بحبك يا رب عايز أحبك أكتر مش عايز محبة تردين يعارفين في ناس يحبوا رب قد كده ولما تسألهم طبعا أنا بحبه رب جدا عزيزي خلي ثمارك تبين إنك بتحبه وري الرب نفسه قدي أنت بتحبه قل له أنا هوريك يا رب قدي بحبك فأخويا فأختي في الناس اللي حواليا في الناس المتعبين اللي ما نفعش يتحبه اللي لازم أديهم ظهري وامشي اللي لازم أبعد عنهم بلاد أنا هحبك فيهم عارف لو شفت لو حبيت الرب فأخوك هتحب أخوك لو حطيت الرب بينك وبينه هتحبه من قلب طاهر بشدة بس خلي المسيح بينك وبينه كده لما يكون في حد تقيل على قلبك في ناس تقيلة طبعا فيش كلام في ناس متعبة وما تعرفش غير تتعب الآخرين أنا معاكم أوافق مية في المية لكن عارفين الحل أنا بعمل إيه بجيب الرب وأحطه في النص وأقول له فلان ده صعب مش عارف أتعامل معه لش مال ولا يمين أنا عارف بنعمل كده ولا لأ بنعمل كده بشر إحنا بشر أحسيسنا بشرية لكن وانسي جبت الرب وصليت بدموع قدامه قلت له هحط بيني وبينك هحط بيني وبين فلان أنت حوقفك أنت في الصورة عشان لما أجي أشوف فلان أو فلان قدامي ألاقيك في وشي أروح أبتسم بقولك موافقة أحبه موافقة أغفر له وموافقة أسمحه سرعة قبل ما نفتح إليفونات للمدخلات هنتكلم على الفريق الثالث اللي هو بعضكم بعضا جماعة مع بعض جماعة مع بعض في كنيسة جماعة كنيس مختلفة جماعة طوايف مختلفة جماعة شعوب مختلفة ينفع طبعا لو المسيح دخل في قلوب الناس والجماعات والشعوب عمرنا ما هنلاقي حرب عارفين يا جماعة إحنا كشعب الله إحنا عبارة عن إيه إحنا عبارة عن حضارة مختلفة ذراعي واحد هو راعي الخراف العظيم وإحنا عبارة عن شوية حضاير مختلفة كل شوية قاعدين في الحزيرة دي بيعبودوا بالطريقة دي وكل شوية هنا بيعبودوا بالطريقة دي وكل شوية وهو راعي الخراف العظيم موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا في نفس الوقت ومكتوب كل أمة تصنع البر مقبولة عنده كل أمة تصنع البر اللي هو بر المسيح مقبولة عنده فإحنا حظائر مختلفة لراعي واحد مفروض أن بعضنا بعضا نكون واحد عارفين أنا متخيلة كده أن الحظائر دي لو طلع خروف يتمشى والتاني يطلع من الحظيرة التانية مش هيهجم يضرابه لا لا مش هيعمل كده هنا في بعض الآيات اللي جات قدامي الحقيقة بالنسبة للفريق الثالث بعضكم بعضا في آية حلوة في روميا 12 عشرة بتقول ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية ودين بعضكم بعضا في مودة بنا يبقى الرب بنا كجماعات ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية ومقدمين بعضكم بعضا في الكرامة بشوف ناس كتير الواحد عايز يطلع ام يطلع يروح زائي أخوه زائي اللي جانبه عشان يطلع هو استنى أنا جيت قبلك أنا اشتغلت قبلك أنا عندي خبرة قبلك أنا بفهم أكتر منك ولو تعدوه شوية يعني فريز أو علاو ياه ماش هنخلص مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة لو بتحب رب إلهك من كل قلبك وفكرك وقدرتك حتخلي أخوك قبلك هترجع أنت الورا هترجع أنت الورا سدقني هتنكر نفسك هتتواضع ولو مش عارف أوصل لمدرسة الصليب على رابية الجلجوسة وتعلم من الإله العظيم الذي إسكان في صورة الله لكنه لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد الله العظيم الذي كلمنا عنه ده أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وضع نفسه كإنسان وضع نفسه حتى الموت الموت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسم فوقه كل اسم حط نفسك الذي يضع نفسه على فكرة كتاب يقول كده يرتفع ولذي يرفع نفسه يتضع لو أنت شايف نفسك حاجة رب مش عارف استخدمك ولا هيعرف يشتغل بيك معلش أعرف ناس كتير كده كانت بتتكلم وشايفة نفسها بقى وكده وإحنا ما بنعملش زي دول وشو نعمل زي ده ومش باع سمعت ناس كتير كده بيجد بأمانة اللي شفتوا إن رب خدهم وركنهم على النحية اللي هم عدوا لما تعرف مقامك فيا أعرف أنا أرفعك لو تواضعت في المسيح هيرفعك وهيرفعك في حينه نبني بعضنا بعض مش مقدمين بعضكم بعض في الكرامة لكن نبني بعضنا بعض ابني أخوك ابني الجماعة الأخرى لو ينفع أنك تقدمك جماعة كده كون مثال لأخوك فإنك الشخص بتحب الرب بتقدم الآخر عنك خلي المسيح يظهر في هذا كلام اللي أنا بقوله لكم ده بقوله نفسي 100% كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم أقوله رب نفسي نفسي كل يوم أقولك ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص عايزك تزيد في محبتي عايزك تزيد في فكري عايزك تزيد في عطائي عايزك تزيد في تواضعي عايزك تزيد في كل حاجة وأنا أفضل أنقص وأنا بنقص أنت بترفعني أوتوماتك مش بيسيبك تنقص وتختفي لا يقاهم الله المستجبرين أما المتواضعين الله على أما أما المتواضعين يعطيهم نعمة لكن بسرعة سنروح لنمر 3 يعتني أحدنا بالآخر كورونثوس الأولى 12 35 لا يكن انشقاقا في الجسد بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها ببعض هقول آيدي تاني خلي بالك منها خلي بالك منها يا أعضاء الكنائس خلي بالك منها يا جميع الكنائس التي دعي اسم الرب عليها لا يكون انشقاقا في الجسد بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها ببعض نمر 4 نخدم بعضنا بعضا في غلاطية 5 13 بيقول بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا لكن نمر 5 بيقول نحمل بعضنا أثقال بعض ما تشيلش هم وتساعد أخوك القريب منك اللي فعلا في بينكو صداقة وفي بينه عشا منت وهو وانت وهي وتقول لا دي عشمنة ما ينفعش ما ينفعش لازم اخدمها ما ينفعش رب النهاردة بيقول احملوا بعضكم أثقال بعض خلينا نشيل الشيلة مع بعض خلينا نشيل عمل الله مع بعض خلينا نرفع عمل الله مع بعض وهكذا تمموا نموس المسيح لكن فيه آية تانية بتقول نسامح بعضنا بعضا آه 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 يا أخت سلوى جيتي على النقطة الصعبة نسامح بعضنا بعضا محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا سمحوا عشان المسيح سمحي عشان المسيح سمحوهم عشان المسيح يلا نسامح بعض كما سمحنا الله أيضا في المسيح لكن نمرة سبعة بتقول نعزي بعضكم بعضنا بعضا تسالونيكي الأولى خمسة أحداشر لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر أخيرا نصلي بعضنا من أجل بعض صلي لأخوك صلي لأخوك اللي مش قادر تسمحه مش لو روحت ولقيته في البنك ده تطلع أنت النحية الثانية وعلى الجنب الثاني إن قعد هو وراء تطلع أنت قدام روحه ععد جنبه أنا جربت حاجة على فكرة حلوة قوي فعلا روح الخدس على المهاني إن مرة حد كان كده يعني اختلف معايا في حاجة وأنا مش فهمة ليه ومش عارفة ولقيت يعني الحد ده أخد مني موقف يا ربي أنا عملت إيه معرفتش بعدين صليت قلت له أعمل إيه يا رب في الموقف ده قال لي رفعي السماعة وصلي معاه إيه؟ يسأل لي كده خد أخوك في حضنك وصلي معاه قل له أنا حابب أصلي معاك شد على إيده قل له أنا أحبك وعايز أصلي معاك صدقني صدقني هتلاقي نتيجة مش هتخضر على بالك ده المستوى اللي رب عايزه مننا يا ابني أحدنا الآخر ونتمم خلاصنا اللي خدناه من الرب في خوف وراء ده بأننا نحب بعض أنا بعض كما أحببنا هو لو لسه معرفتش الرب لو لسه الرب ما دخلش حياتك كلمة ونص قل له أنا جايلك ترحمني يا رب أنا جايلك تسامحني أنا جايلك عند الصليب تاخد نقطة من دمك تطهر قلبي إذن لا شيء من الدينونة الآن حتسمع الكلام ده تسمع الكلام ده حيقولهولك إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيحية سواعى السلكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح تعالوا وسلملوا قلبك حيفرح قلبك هيسعد حياتك هيسعد أيامك وإحنا ماشيين في رحلة الغربة بنعدي على محطة الصليب مكتوب كل اللي نظروا إليه كل اللي نظروا إليه نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخكل مش هيكسفك مش هيكسفك صدقني واللي عد على محطة الصليب حيعبر من الأبدية حيعبر منها مفيش أبدية مفيش دينونة على الذين هم في المسيح يسوع فكر في المكلام اللي أنا قلته فكر وتعالى سلملوا قلبك تعالى وقوله عايز أحبك زي ما حبتني نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا في ترنيمة بتقول يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أن يحملك حملته يوار قبل ما نصلي عايز أقولك مرة تاني فكر في أبديتك لو قلبك ما تغسلش بدم المسيح مفيش ليك حياة أبدية إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح تعالى وقوله غيرني طهرني قدسني وإحنا في الأيام الحلوة الأسبوع دي اللي بنذكر فيه في الأسبوع ده بنتذكر ألام الرب من ألفين سنة كيف قدم نفسه وكيف احتمل الصليب لأجلك عشان يخلقك خليقة جديدة عشان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا عايزين نصلي مع بعض حط قلبك قدامه حط حياتك قدامه حط كيانك قدامه تعالى وقوله يا رب تعالى إلى قلبي تعالى وخذني عند الصليب تعالى وعلمني إزاي أحبك صح علشان تبركني بكل بركة وعشان تستخدمني صح يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أني أحمي لك حملته يا بار وقبل أني أحمي لك حملته يا بار فوق صليبي يا حبيبي كم لقيت ألام ممن تمادوا في إذائك وقد قد غفرت أثاب يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أني أحمي لك حملته يا بار وقبل أني أحمي لك حملته يا بار يا ربنا المبارك نعظمك ونشكرك من كل القلب لأنك إله رائع بكل المقيس أشكرك لأنك أنت الله كل القدرة والعظمة الإله خالق السماوات والأرض بكلمة قدرتك تنسب للملائك حماقة والسماء ليست بطاهر أمامك لكنك أتيت إلى هذه الأرض الملعونة بسببنا لتحمل خطيانا لتحمل عارنا لتحمل أثامنا في جسدك على الخشب كل هذه الألام احتملتها كل هذا قدمت لأجلي وأنا ماذا يا ترى قدمت لأجلك يا رب قدمت لك كل خيانة قدمت لك كل غدر قدمت لك كل قتل قدمت لك كل تعدي ومعصية لكنك أحببتني فضلا إذ أدمت لي الرحمة وهذا الصليب العظيم هو رحمة دائمة لكل شعوب الأرض ولكل من يؤمن بك يا رب نأتي عند الصليب وكل واحد فينا بيقولك اللهم ارحمني أنا الخاطئ طهر قلبي بدمك الكريم اخسلني فأبيض أكثر من السلب عند الصليب بنا للتطهير لكن عند الصليب بنتعلم المحبة يا رب كيف يحب أحدنا الآخر وكيف يقدم أحدنا الآخر عنه علمنا المحبة التي أحببتنا بها علمنا أن نتواضع أمامك كما هو مكتوب تواضع تحت يد الله القوية فيرفعكم في حينه علمنا من مدرسة الصليب كيف نتواضع وكيف نقدم الآخرين عن أنفسنا وكيف نخدمك ونعمل وكيف نسامح بعضنا البعض كما سمحت أنت سمحتنا أنت يا رب أعمل معروف اخلقنا وناس جديدين يا رب ناس جدد في المسيح يا سيد يا رب من فضلك من فضلك من فضلك رب خلينا تعلم كيف ننكسر أمامك وكل واحد فينا يقول ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص تعال زيد في محبتنا تعال زيد في سلوكياتنا تعال زيد في كل تصرفاتنا تعال وحسن إلينا لكي نعيش لا لأنفسنا بل للذي مات لأجلنا وقام في اسمك القدوس المبارك أشكرك لأنك سمعت ولأنك استجبت ولأنك رب أعطيت كثيرين أن ينال غفران الخطايا في هذه اللحظة لك الكرامة والمجد إلى كل أباد الدهور أمين عزقنا بشكركم من كل القلب لأجل الوقت الحلو اللي احنا قضناه مع بعض أشكركم لأجل الوقت اللي رحنا فيه مع بعض عند الصليب والأجل المصلوب اللي دخل قلوب كثيرين وغفر خطايا كثيرين لأجل الأسماء اللي اتكتبت في سفر الحياة أي واحد صلى لرب ثق إن اسمك اتكتب في سفر الحياة ثق إن هو غفر خطيتك ثق إن انت إنسان جديد في المسيح وطول ما انت إنسان جديد أوعى تنسى إنك تقرأ في الكتاب كل يوم لأن ده الطعام الروحي اللي بنتغزى به ده الطعام اللي فعلا بيكبرك في الإيمان اللي بيزبط سلوكك ده البطرون اللي بنرسم حياتنا عليه ولي بيديك نعمة وبيعلمك إزاي تخدم حب الرب من كل قلبك وعيش لي وعيش لمجده ثق فعلا إنه هو هيبركك وهيكرمك عزاء أنا مرة تاني بشكركم هنقبلكم نعمة الله الأسبوع القادم في نفس المعاد إن شاء الرب وعيشنا ورب معكم اشتركوا في القناة وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمى في الكرمى نرفع الصلاة لمليك العدى فهو رب الحياة الكرمى 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 اشتركوا في القناة